صفر معتقلين من المستوطنين هو حصيلة ليلة الأحد الدامية التي اعتد فيها مئات المستوطنين على بلدة حوارة ما يطرح كثيرا من علامات الاستفهام بشأن تآمري بل وحتى تورط الجهات الأمنية الإسرائيلية في تماد المستوطنين الذين استباحوا القرية على مدى ساعات طويلة قبل أن تصل أول كتيبة تعزيزات إلى المنطقة لا يوجد أي سيناريو في العالم لا يلاحظ فيه الشباك والجيش أن هناك أربعمائة شخص يتجمعون ويجرون اتصالات وهم بحاجة إلى مواصلات قبل التوجه إلى حوارة وبعد ولا يوجد معتقل واحد حتى الآن لنتخيل سيناريو فيه أربعمائة فلسطيني يقتحمون مستوطنة ويفعلون أمرا كهذا ماذا كان سيحصل؟ رأينا مثري الشغبي وعلمنا أنهم يهود وفي طريقهم نحو حوارة التقوا سيارات تابعة للشرطة والجيش وأحدهم قال لهم أصدقائي حافظوا على أنفسكم وكان واضحا للجميع أنهم على وشك الدخول إلى القرية وفي اللحظة التي هاجموا فيها المنازل والسكان بداخلها رأينا حرائق وكل هذا جرى من تحت أنفي قوات الجيش الذين يشتازون هذا المسار ولم يخرج أحد من السيارة لإيقافهم ازدواجية المعايير أوضح من أن تشرح فيما تعامل السياسيين مع الاعتداءات على حوارة كان دافعا أساسيا وراء تماد المستوطنين في اعتداءاتهم على الفلسطينيين قراءة تغريدة نتانياهو ولم أرى كلمة مثري أعمال الشغب أو خارجين عن القانون أو فوضويين أيضا الوزير سموتريتش الذي وجه تحية للمستوطنين ودع عليك لنائب المجلس الإقليمي شوم رون الذي قال إنه يجب إحراق قرية حوارة تلاوة المستوطنين صلوات يهودية أمام منازل الفلسطينيين وهي تحترق والمشاهد التي وثقتها عدسات التصوير لم تترك مجالا للشك بأن الجيش الإسرائيلي إذا لم يكن متواطئا فهو غضت ترفع عنهم وهو ما تؤكده المعطيات التي تكشف أن 93% من ملفات اعتداء المستوطنين على فلسطينيين أغلقت من دون اتهام أحد